اشتركوا في القناة ابن رشد الحفيد رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه علوم الصالحين قال في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد قال الباب السادس قال وأما المواضع التي يصلى فيها فإن من الناس الباب السادس نبدأ في البيع وكناس والمواضع التي لا يصلى فيها أولا هذا الأمر واقف هنا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسة لم يعطهن خمسة لم يعطهن نبي قبلي وقال فيها وجعت لها الأرض مسجدا وتهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي فإنه مسجد وهذا الحديث في الصحيحين في رؤية جعت لها الأرض مسجدا وتربتها تهورا تمسكها الحنبلة والشفاية بهذه الزيادة وقالوا هذا تقييد وأنه لا يجوز التامم إلا بالتربة تراب وله غبار لأنه السلام لما علم عمار نفخ وهذا يكون إلا له غبار وصحيح الصعيد الطيب طهور لقبل إنسان لما صعب طيب طهور أمتي ما لم يجد الماء ولولا عشر سنين ويجد الماء فليمس البشرات وقد قال الله تعالى فإن لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا كلما صعد الأرض يكون طيبا وفي الوقت قال فأينما أدركته الصلاة فليصلي يعني هنا فيها دلالة على أنه حيث مكان أين مكان بظرف الزمان أو ظرف المكان أنه يصلي في أي مكان وضع فيه فمهما بلغته الصلاة فليصلي واستثنى بعض العماء ستا أو سبعا المقبرة والحمام والمجزرة وقرعة الطريق وأيضا الكعبة يعني ظهر الكعبة وهذه المسألة اختلفة فيها الفقهاء في هذا الباب وقع الخلف بينهم في هذه المسألة على العلة يعني لماذا لماذا هذه المواضيع أيضا تستسنى في هذا الباب فمنهم قال بأن الحديث صحيح وما في أي استثناءات ومنهم قال أنه ورد ورد الاستثناء من الحديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال إلا المقبرة والحمام وفي رؤية قال المقبرة والمجزرة جاءت أحاديث في ذلك أحاديث عمر بن الخطاب أحاديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا وسيئت إن شاء الله أما المقبرة فقد قالوا بأن المقبرة لا يصل فيها وقد ورد أحاديث مستثنى قال جوعة ليال أرض ومزير المطفر المقبرة والحمام والحديث أيضا فيه كلام لكن قالوا المقبرة لا يجوز صلاة فيها كثير من جماهير الفقهة من المتأخرين يتكلمون بعلة أجنبية لا يرست أجنبية حقيقة ليست أجنبية لكن بعلة ليست هي العلة الأصيرة يقولون اختلط العظم عظم الميت بالتراب فتنجس فإذا هنا مظنة المقبرة مظنة النجاسة النجاسة عظم الميت والميت أصلا قال فيه النبي السلام إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميت فالحقيقة كما قال الشفعية عندما قالوا له في بناء المساجد على القبور قال لا إن هذا وسيلة إلى الغلو في المقبور فحقيقة الأمر النهي عن الصلاة في المقبرة ورد فيها دلة كما سنوية لكن النهي العلة في ذلك أنها وسيلة للشرك وسيلة للغلو وسيلة للغلو في هؤلاء في هؤلاء قد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورة وهذه فيها دلالة واضحة جدا على حرمة الصلاة في القبور وقال النبي صلى الله عليه وسلم آه لعنى كان يتأوه على رأسي ويقول لعنى الله لعنى الله يهود ونصارى وت hum عملي وصالحي المساجد و lorsque جاءت عم حبيب handyman ومحمة تذكرا للنبي Kahúc Um gym على ما يحدث في الحبشة قال أولئك شراروا الخلق عند الله هو دلا فعله أولئك شراروا الخلق عند الله هو دلا فعله قوم إذا مات فيه مراجل صالح أو العبد الصالح بنوا له بنوا على قبره المساجد وتصوروا له تلك التصوير وذلك قال قال لعنت الله على الهود نصارت وتقبل أنبيه وصالحه المساجد أهلا إني أنهاكم عن ذلك لو لذلك لأبرز قبره خشي من ذلك وقلنا أن هذه تعتبر جميل الفقاء يميلون بذلك على القول بهذه العلة اللي هي العلة الاختراض بالحوم الموتى والدم والصديد وغير ذلك مع ذلك أنه لو صلى في مكان طهر منها سأجد أجزاء الصلاة لكن أنا نقول العلة الأصيرة في ذلك هو زريعة الشرك الحمام ويقصد به المواضع التي تغسل فيها النجسات وغيرها لا الذي تغضى فيه الحاجات وإلا فالذي تغضى فيه الحاجات باتفاق وبإجمع لا يجد صلاة فيها فهذه التي يغصد فيها النجسات تتناصل النجسات بالمكان لمكان ويكون هذا المكان أيضا ليس يقين أنه فيه النجسة لكنه مظنة النجسة ثالثة المجزرة والمجزرة هي ذبح محل ذبح نحر البقى نحر الإبل هذا كله يتناصل الدماء والدماء عندهم ناجسة والحقيقة حسن البصري قال لا يزالون وصلون فيه إيش في جراحاته ومن ذبح نحر إبلان كابن مسعود وصل والثوب مليء بالدماء فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن هذا ما فيه وتعلمون أنه سلم نهى عن الدخول في الحمامات من أجل ظهور العورات فمن شدد واحتفظ بالعورات ولم تظهر فهذا يريد له دخول الحمام الموطن الثالث الذي تكلموا عليه المجزرة والمجزرة هي محل ذبح كما قلنا ربيعها المزبلة المزبلة ترمى فيها القمامة وهذه حقا مظنة النبيسة فيها أكثر هذه مظنة النبيسة فيها أكثر وتعلمون بأن حديث حزيفة أنه سلم بالا أتى على ثوباطة قوم رخوة هنا رخوة ليس الصلبة فبال وجعل حزيفة خلفه بظهره يستره فالمزبلة هي موضع القمامة خامسة قارعة الطريق وصمنا الطريق قارعة لأنه يقرع ويوطأ بالأقدام ويقال أيضا محجة الطريق أي الطريق السابر الذي يمر فيه ومنع من الصلاة فيها لأنها عرضة للنجسة صراحة قارعة الطريق فقارعة الطريق التي فيها لست نجسة العلة في قارعة الطريق لست نجسة وإلا أصلا التخلي في قارعة الطريق لا تجوز أصالة محرمة ويكشفها يقول المكروهة على مساءة الظن وهذا كلام يراجع أصوليا لكن أقصد ليس المنع من قارعة الطريق هو أن يلسة أبدا المنع من ذلك هو أحمد خشوها القلب خشوها القلب فين خشوها القلب سلتفت يصلي أمام الناس سلتفت يعني مع ذلك يشتخول قد يصل يا بطلون نقول الآن هذا الطريق لما يصلي في الطريق هذا موتا ولا مش موتا يبقى إذن يقرع ولما يقرع يقرع لما ذلك أنهم أول شيء يشوشون عليه الصلاة أمرأة لما مرت أمامهم قطعة الصلاة الأمر الثالث يؤذي الناس يعرق للسير يعرق للسير وهذا يؤذي الناس نعم سادسها معاطن الإبل ومعاطن الإبل هنا يعني ليست أيضا مظنة الندس ولا أحد يقول بذلك لأن مع أن الشفاء يقول بهذا لكن لا أحد يقول بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أباح الصلاة في مرابط في معاطن في مرابط الغنم صحيح مراحل الغنم الناس أدنى بالصلاة في مرحل الغنم ومنع من الصلاة في معاطن الإبل ومن قال بالنجاسة قد 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 علل بعلة الشرع أو أو الكتاب جاء جاء بغيرها يعني يعني الشرع جاء بتعليل وهو ألغى تعليل الشرع وجاء بتعليل حبيبي أكرم كيف أنت وكيف مكة أدامك رب على الخير حفظك رب أحسن الله عليك ورفع الله مقامك ونسأل الله نحفظ لك مكة اللهم أمين يا رب أمين فأقول إخوتي الكرام بالنسبة لمعاطن الإبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها خرقت مما خرقت منه أو غناء خرقت من الشيطان ليس معنى ذلك أنها خرقت من الشيطان ولكن المعنى أن نفورها نفور الشيطان أو صفاتها صفات الشيطان وأنها تخزن وممكن تقتل يعني ممكن تقتل صاحبها وإذا قام يصلي ممكن أصلا من غضبها تقتل أما مراحل الغنم فالمسألة بأنها يعني ما تفعل ذلك فهذه المسألة مسألة ظهيرة بأن معاطن الإبل ليست للنجاسة ولكن خرقت مما خرقت منه مجان وأما مراحل الغنم ما من نبي إلا وراع الغنم وهذه هي دلالة على أن مأكول اللحم كان البول أو الرغف أجل لكم الله كله على الطهرة كله على الطهرة وأما الموضع التي يصلى فيها قوله وأما الموضع التي يصلى فيها قال رحمه الله وأما الموضع التي يصلى فيها فإن من الناس من أجاز الصلاة في كل موضع أن تكون فيه نجاسة قال ومنهم من يستثنى من ذلك سبعة موضع المسبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تكلفنا ذلك بقي لنا فوق ظهر بيت الله صحيح الله أنا قلنا أن المسألة هنا جعلت لها الأرض مسجدا وطهورة قالوا به وبعضهم قال إلا المقبرة والحمام اتفق الفقهاء على كراية هذه المواطن لمظنة وجود النجاس والمقبرة والحمام هذا الحديث حديث ضعيف حديث ضعيف وفيه نزاع ولو طرق وشوائد يمكن احتجاج به كما حسنه الألباني ومنها قوله يعني عندنا صراحة ما سأت القبور عندنا أدلة أكثر من ذلك وأصرح من ذلك وأصح من ذلك منها قول السلام صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورة ولا تجعلوها قبورة وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها وعمر قال القبر القبر يعني احذر احذر وفي قوله لعنت الله العودة النصارى تاخذ خبور أنبيائهم مساجد قال إننا كان قبلكم كانوا يتخذون خبور أنبيائهم مصالحين مساجد لا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وكما قلنا عايشة قالت له لذلك لا أبرز قبره فلا يجوز الصلاف المساجد التي فيها القبور سواء على الكره على قول الجمهور أو على التحريم على قول الحنبلة وأيضا سواء قال الجمهور بصحة الصلاة أو قالت الحنبلة ببطلان الصلاة لأنه مطلق أنها يقتضل الفساد وما منع إلا المنع هنا منع بين المساجد على القبور قولهم قوي قول الحنبلة قوي ليس بالهيين نعم لكن فالرق بين بنى المسجد على القبر ودخول قبر المسجد قالوا إذا كان المسجد أولا فالقبر الذي أدخل لا يخرج وجوبا يخرج وهذا أيضا لا يخرج إلا بولي الأمر ما في أحد يتحكم في ذلك إلا ولي الأمر وإلا في المفاسد تكون أعظم مما تكون وإن كان القبر أولا وبني المسجد يهدم المسجد يهدم لأنه بنا لا يصح بنا لا يجوز بنا لا يجوز فيهدم المسجد على على ذلك وكل ذلك حسم مادة وسد الزريعة لأن القبور كما قلنا كما قالوا السلام صلفوا يتقون جعواها قبور لأن في القبور أن يكون فيها ما فيها من سد من حسم من ورود الزريعة إلى الغلو في المقبور وهذا اللي بيحدث الآن الحسن الحسين ومدد والاستغاثة وكل ذلك ظاهر ظاهر مواضح سيدنا الغالي فأضل الشيخ خالد أحسن الله كم نتشرف بك ونمتلق شرفا فأقول إخوتي الكرام الأمر ليس بالهين فهذه ذريعة إلى الشرك ذريعة إلى الغلو فيه المقبول وده اللي احنا نراه الآن بالبدوي وغير البدوي والطفح حول الحسين وطلب المدد منه والاستغاثة به وأيضا سؤاله من دون الله لا لا في علاه انظر إلى يوم الجمعة في طنطة أنا ذهبت أكثر مرة لأنني كان عندي تدريس في طنطة أنزل من القطار أقول لهم يعني أين مكان البدو أنا أنزل هناك هناك حشود وهناك حرصات والمسألة أمم أمم تذهب هناك وتطوف حول القبر والمسألة يعني فيها ما فيها من الأمور التي التي تشيب لها الرؤوس تتزلزل لها الأركان ترتدف لها القلوب قضية التوحيد أين هي تذوب تذوب في طنطة قضية التوحيد أنا ذهبت إلى هناك حتى أقول وأرى ما كان يحدث أبو العباس عندنا يركبون المراجيح يذهبون هناك للتعبد ويركبون المراجيح ثم بعد ذلك الأرجيلة تنزل للي هي الشيشة تنزل والناس كلها هؤلاء أصحاب الحضرة يشربون الشيشة وتمتعون وكل ده هل هذه عبادة؟ هل هذا دين؟ هل الله يدفع لها يعني قد قد أنزل الكتب وأرسل الرسل من أجل مثل هذا هذه التعبدات ثم يخرج جعلنا خارج يجهل يجهل كوع من بوعه ويقول نحن أتبع لأحوال الرجال أما أنتم فقلتوا هل أتبع لأحوال الرجال أي أحوال الرجال أقال الله تعالى وما أتاكم الرجال فاخدوا وما أتاكم عنه فانتوا أما قال الله تعالى وما أتاكم الرجال فاخدوا وما أتاكم عنه فانتوا ما أمان من يقول بذلك؟ من يقول بذلك؟ ما هذا؟ هذا أمر يعني فيه ما فيه من الدهية الكبرى التي لا أعلم بها إلا الله جل فعلا وفيها تضيع الدين أمر عجب فيه ما فيه من الأمور التي تجعل إنسانها تزلزل من داخله لكن كما قلنا مسألة القبور فيها أدلة كثيرة على المنع من الصلاة في مساجد فيها قبور ثم قال وقلنا الحمامات لأظهور العورات وأيضا قد يكون مكانا تطأه الناجسات يعني ترد عليه شوف أكرم يقول لي الأمر زاد عن عبادة القبور إيش اللي فيها أكرم اللي زاد لا توقف قلبي ما الذي يزيد عن ذلك وفيه أكثر من ذلك فيه أكثر من استغاثة وطلب المدد وطلب العون من المقبورين فيه أكثر من ذلك ما أدري علمني ما جهدت يا أكرم صد قد رحمه الله وفوق الظهر بيت الله وقال وإن من الناس فإنما أجازة كل الصلاة فإن من الناس فإن الناس من أجازة الصلاة في كل موضع لا تكون فيه نجاسة قال ومنهم من استثنى من ذلك سبعة مواطن سبعة مواطن في حديث عمر بن الخطاب رضي الله نرضاه أنه قال مرفوعا قال سبع مواطن لا تريد فيها صلاة ظاهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الإبل ومحجة الطريق وهذا حديث ضعيف واستدلوا أيضا بحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله نرضاه أخرجوا الترميدين عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظاهر البيت وهذا أيضا حديث ضعيف هذا أيضا حديث ضعيف وقلنا كل ذلك مظنة النجاس وحتى المقبرة قال مظنة النجاس وقلنا التعليل الأقوى من ذلك والتعليل اللي قاله شفائي في مسأة اتغاذ المقابر أو البناء على المقابر وهي الزريعة إلى الغلو في المقبور فالمتجرة والمقبرة والمزبلة كل ذلك مظنة النجاس مظنة أن تكون النجاس مخالطة أصبح الأولي إذا ذهب أصبح هو الله أعوذ بالله ولم يعود أصبح الله إن الله أننا نرجعون إن الله أننا نرجعون اللهم إن نبرأ إليك من هذه الكفريات اللهم إن نبرأ إليك من هذه الكفريات اللهم إن نبرأ إليك من هذه الكفريات وقرعة الطريق ليست مسألة في النجاس ولكن قرعة الطريق مسألة المشغلة عن الصلاة والخشوع وضيع الخشوع في الصلاة وهو رقم ركيم في الصلاة والحمام معاطن الإبل كما قلنا عن الحمامات لأن تظهر فيها العورات وقد ترد عليها النجاسات معاطم إبل لأنها خلقت مما خلقت منه الشاطئ ثم قال وفوق قال ذكر السمعة الماضى وقال وفوق ظهر بيت الله وفوق ظهر بيت الله هنا لا تتعلق بالنغسة هذه بل هذه مسألة وخارج العماء من السبعة إجماعا لكنهم يختلفون أن من يصلي فوق البيت الحرام هل يولي وجهه نحو البيت أم إلى جهة أخرى ماذا يفعل لأن الله قال وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطره أي جهته أو إلى عيني على ما قال أهل العلماء والعين يكون إذا كان في المسجد كما قال شفاعي لابد أن يتجه إلى العين لكن لو كان خارج المسجد أو كان في بلد أخرى يتجه إلى إلى الجهة ليست العين أعوذ بالله الله يسترعين أكرم وإذا كنا نعيش من أجل أن نرفع راية السنة وأن نبين العقيدة الصحيحة للناس قد لا تبرأ صحتنا أمام الله نحن نسبب في كل الفرقة التي فيها الأمة سبب نحن في 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 الجهل المطبخ عند الناس لكن الله يغفر لنا نحاول نسعى 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 لإزالة مثل ذلك فحقيقة في ظهر بيت بيت الكعبة المرغناني في الهداية قال من صلى على ظهر الكعبة جازت صلاة خلافة للشفايا لأن الكعبة هي العرصة والهواء إلى العنان والسماء عنان دون البناء إلا أنه يكره له فيه من ترك التعظيم وقدر دنيا عن نفسه وسلم في ذلك وهذا قاله في هذا الباب أنه يقول الهواء تابع للقرار فقال إبا إذن إذا قلت أننا نتجه إلى أن الأصل تجه إلى إلى الجهة فالهواء تابع للقرار انتهى وهو يتجه إلى القبلة فأي عمود من عمود القبلة لكن الإشكال هو ظهر الكعبة هو أصلا مأمور في هذا الباب أن يتجه إلى عين الكعبة فإلا ما يتجه إلى جزء منها لا يكون قد تتجه إلى الكعبة أما الملكية فقد قالوا صلاة باطلة كانت لسطرة أم لم تكن إلا نفلة رون أنها حكى صلاة داخل الكعبة لا تجوز إلا صلاة النافلة فقط في هذا الباب أما نذهب شفعيها فقالوا إن كانت لسطرة جازت فريضة أو نفلة يعني لو هناك عمود من العمدة ظاهر فاتخذه وصلى صح ذلك فإن صلى على ظهر الكعبة لذا بين هذه سطرة لم تصح صلاة الناف لم يتجه إلى إيش إلى الكعبة أذهب الحنبلة في ذلك إذا كانت لسطرة جازت لنفلة فقط للفريضة وهذا كله لقول تعالى حيثما كنتم فعل وجهكم شطرا الحنفية قالوا بأنها للجهة لذلك قالوا الهواء تابع للقرار المالكية قالوا بطلة في كل شيء نفلة وفريضة حاملة وشفعية قالوا النفلة تصح وشفعية أيضا قالوا الفريضة أيضا في هذا الباب جازة الفريضة أو نفلة شريطة أن يكون إيش قد اتجه لجزء من الكعبة كسطرة يعني كالعمود مثلا قوله إذا الكلام هنا هل هو المسألة الاتجاه إلى الجهة أم إلى العين وآخرة الأمر قال الجهة إلى العين إن كان يراها وجاء إلى الجهة إن لم يكن يراها وهذا الراجح في هذا الباب لذلك قالوا إن صلى إلى جزء منها صحة الصلاة وهذا كان من حنفية الشفعية والحنبلة لكن الحنبلة قالوا على النفلة فقط لا الفريضة وصح لا فرق من أن نفلة وبين فريضة إذا كان يتجه إلى جزء من الكعبة أعطاك الله بصيرة أكرم أعطاك الله بصيرة فضل الله ومنهم من استثناء من ذلك المقبرة فقط المقبرة فقط ومن الأكبرة فقط لاختلاط الحوم الصديد وغير ذلك وقالوا النجاسات قلنا العلة الأصيلة هي ذريعة الشرك هذه العلة الأصيلة في هذا الباب بعض ما قالوا يجوز الصلاة في المقابر إذا أمن أن تكون قد نبشت حتى لا تكون النجاسة ومن أن لا يبتادها بقصد الصلاة لأن فيها الموتى لا درون ولا ينفعون فلا يكون فيها الميل لهم والصعي الراجع أننا نقول لا صلاة في المقبرة ولا يجوز أن يكون الصلاة في المقبرة وهذا لأن الإنسان قال صلوا في يوتكم ولا تجعلوها قبورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلما فصلا قال نعمة الله أعطاك الله أنصار تأخذوا قبورا ما سيجد ألا إني أنهاكم عن ذلك قال اللهم لا تجعل قبر وسنا يعبد لا تجعلو قبر عيدة وهذا كله فعل يهود والنصارى وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس مننا من تشبه بغيرنا من تشبه القنفة ومنهم فالأصل أنه يبتعد عن ذلك لذراعة الشرك نعم قوله قال رحمه الله ومنهم من استثنى للمقبرة والحمان قال ومنهم من كدها الصلاة بهذه المواضع المنهية عنها ولم يبطلها وهو أحد من رؤية عن مالك رحمه الله شكرا نعمل النجاسة وقت قلنا بذلك أن مضمنة الشيء لا تنزل منزلة الشيء إلا زجاءة القرينة القوية بذلك فصحة الصلاة هي على المحك الصحيحة أنها الصلاة صحيحة لكن كما قلنا وإن كانت صحيحة لابد أن يتجنبها لوجود الشك بوجود النجاسة طبعا مساءة الملكية نحن قلنا بأن مساءة الملكية وإن صححه في هذا الباب نعم هو شريطة أن يأمن إيش النجاسة ولا يكون قاصدا للقبر بذاتي لقوله قدروية رحمه الله وهو أحد من روي عن مالك رحمه الله وقدروي عنه الجواز وهذه رواته بن قاسم رحمه الله ثم قال قال وسبب اختلافهم تعارض الظواهر للآثار في هذا الباب وذلك أن هنا حدثين متفقا على صحتهما وحدثين مختلفا فيهما مختلفا بقى قال حدثين متفقا على صحتهما وحدثين مختلفا فيهما قال فأما المتفق عليهما وقوله عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي قال وذكر فيها وجعلت للأرض مسجدا وطهورا فإنما أدرفتنا الصلاة صليت قال وقبره عليه الصلاة والسلام اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا كل ذلك متفق عليه من الخارج قال وإما غيره المتفق عليهما فأحدهما ما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المثبات والميزات والمقبرة وقارات الطريق وفي الحمام وفي معاطي الإبل وفوق ظهر بيت الله وهذا حديث ضعيف على الرجح السلام إنه حديث ضعيف قال هذا صح ليس مختلف فيه ومعاطن الإبل العلة في ذلك إيش العلة في ذلك النجاسة العلة في ذلك النجاسة وقلنا بأن باقي المواطن كان العلة في ذلك مظنت النجاسة أما معاطن الإبل ليست العلة النجاسة آسف العلة في ذلك هو خلقت مما خلق منه الجان ثم أخذ يؤصل بأن هذه الحديث ذهب العلماء فيها إلى سلة مزائب وهذا نفصله إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى درسك وفرح وفرح به تكون قائداً في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلاً ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئاً ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك وعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وذابر ولا تكسلاً فإن الهموم بقدر الهمم فإن الهموم بقدر الهمم